بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي يتق الله ولا كتع الكافرين والمنافكين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون صبيرا وتبتل على الله وكفى بالله وإله ما جعل الله لرجل من قلبي في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم أمهاتكم وما جعل أذغياءكم أبناءكم زالكم قول قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآباء وأقصة عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوالكم في الدين في الدين ومباليكم وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله بخورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمعادرين إلا أن تفعلوا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميساقهم ومنك ومن نوح ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميساقا غنيزا ليس على الصادقين عن صدقين وأعدل للكافرين عذابا أليما يا أجها الذين آمنوا اشكروا الله يا أجها الذين آمنوا اشكروا نعمة الله عليكم أليكم إذ جاءتهم جنودا فأرسلنا عليهم عليهم مريحا وجنودا لم ترواها وكان الله بما تأملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار أبصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الزنون هنالك الدنيا المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرز ما بادنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يسرب لا مقام لكم فارجعوا فيستأزن فريق منهم النبي يقولون يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورا إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أطارها ثم سؤلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولكد كانوا عاهد الله من قبل لا يملون الأذبار وكان عهد الله مسئولا قل لن ينفاكم الفرار فرار إن فرأتم من الموت أبو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل منزى الذي ياسبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعبكين منكم والقائلين لأخوانهم ألم إلينا ولا يأكون البأس إلا قليلا أشهة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ينظرون إليك تدور أعجلهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأنصنة إداد أشيئة أشيئة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحمد الله آمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبون وإن يأتي الأحزاب يبدوا لو أنهم بادون بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو قالوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد قال لكم في رسول الله أصوة حسنة أصنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر آخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما بادنا بادنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسميما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليم فمنهم من قضى نحفه ومنهم من ينتزل وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله وكذف في قلوبهم الرعوب فريقا فريقا تقلون وتأسرون فريقا وأورسكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تتعوها وكان الله لكل شيء قديرا يا أجه النبي كل أزواجك إن كنت تردنا الحياة الدنيا تد دنيا وزينتها فتعال إن أمتعكن أمتعكن وأوسخ رحكن صراحا جميلا وإن كنتم تردنا الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات للمحسنات منكن أجرا أزيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يزعف لها العذاب ذعفين وكان ذلك على الله نسيرا ومن يأتي منكن لله ورسوله وتعاما صالحا صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعطدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء من النساء إن اتقيتن فلا تقفان بالقول بالقول في أطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا وكرن في بيوتكن ولا تبردن تبرج الجاهلية قولا وأكبنا الصلاة وآتينا الزكاة وعطينا الله ورسوله إنما يريد الله ليسهب أنكم الرجس رجس أهل البيت ويطهركم تتهيرا واسكرن ما يتنع في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لتيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادكات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والعافذين فرودهم والعافذات والزاكرين الله كثيرا كثيرا والزاكرات أعطى الله لهم مغفرة وأجما أزيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا عقد الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعسلنا رسوله فقد زل زلالا مبين وإذا تقول للذي أنأم الله عليه أنهمت عليه أنسك عليك زوجك زوجك بطك الله وتقفي في نفسك ما الله ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحف أن تخشى فلما قضى زيد منها وترى زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين أرد في أزواد أبغيائهم إذا قزوا منهن بطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله لسنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أهدا إلا الله وكفى بالله حصيبا ما كان محمد أباء أهدي من الرجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليما يا أجه الذين آمنوا اشكروا الله ذكرا كثيرا وسبعوا بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم ملائكة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما سحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونزيرا وداعن إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فزلا كبيرا ولا تتعي الكافرين والمنافكين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم تلكموهن من قبل من قبل أن تمسوهن فما لكم فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي إنا أعللنا لك أزوادك التي آتيت أدورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك ومراضا مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزوادهم وما ملكت أيمانهم أيمانهم لكي لا يكون عليك وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن أزلت فلا جناح عليك فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تكر أعجنهن ولا يحذن ويرضين بما بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن بهن من أزواج ولو آجبك حسنهن إلا ما ملكت بينك إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ركيب يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤزن لكم لكم إلى طعام غير نازلين إناب ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأزنين لهديث إن ذلكم كان يؤزن بي يؤزن بي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متعان فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أكهر لقلوبكم فلنفلوا لقلوبكم ولقلوبهم وما كان لكم أن تؤزوا رسول الله ولا أن تنكهوا ولا أن تنكهوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما إن تهدوا شيئا أو تقفوا فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقلنا إن الله كان على كل شيء شهيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لانهم الله لانهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم أزابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتسبوا فقد احتملوا بغتانا بغتانا وإسما مبينا يا أجها النبي قل لأزراجك وبلاتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يقزين وكان الله غفورا رئيما لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما سكفوا أخذوا وقطلوا تقطيلا سنة الله في الذين خلوا من قبله ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعبد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نسيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وقبراءنا أنا فأظلون السبيلا ربنا آت بعض من العذاب ولعنهم ولعنهم لعنا كبيرا يا أجه الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أجه الذين آمنوا اطقوا الله وقولوا قولا سبيدا سبيدا يسره لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا أزيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات بالأرض والأرض بالجبال فأبين أن يحملنها أن يحملنها وأشفقنا وأشفقنا بينها وأبلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركات واتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وفورا رحيما صدق الله الحبيب